أنتقل للملف الآخر مباراة منتخب مصر شفنا ستين ألف متفرج تشجيع محترم النادي الأهلي بيمثل مصر بيتوفق للنادي الأهلي على عشرين ألف متفرج فقط إيه رأي حضرتك هقولك يعني بغض النظر أن احنا الاتنين دمنا محروق والجمهور دي ما خدنا فيه زي ما تفعلنا معنا سيزعم معارك قديمة لأ ده الفترة اللي فات الأولية خالص ما كنش في حد شغيل غيرنا وانت وانتهمونا وممولين والألتص بدونا بنارات تمام كده إنما هي أنا أخشي أخشى إنه يكون الأمن لو وجهة نظر خلينا برضو نحطها في الحسابات شوية عمر اللي هي إيه لا أشانا مع الأمن أنا وأنا 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 طب أنا براكوا بقى بص هو الأمن ممكن يكون خاف من إيه أنا بقول لك جمهور النادي الأهلي فمتشر النادي الأهلي غير جمهور مصر لمصر بزبط يعني رؤية الجمهور هو ده للوطن وللدولة رؤية مختلفة رؤية أكثر عقلانية يمكن أكثر هدوءا أكثر حكمة في التعامل مع الأحداث برضو هعمل أنا 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 مكلمش أنا شفت جمهور الأهلي عمل مشكلة واحدة على فكرة كل مباراة مدير الأمن السكندرية بيشيد بجمهور الأهلي الناس المسؤولين المحترمين من قال لك إن هم وغدين على إن لعيبة الأهلي على جمهور الأهلي شايل مطاوي وخناجر وسواريق؟ أنا خايف عليه أنا مثلا إبني يفترض يعني إن هو ينفع يروح ملعب لا بلاش تروح الملعب يا حبيب ليه؟ عشان إبني حطت بشلة تحت سنانه ولا لسانه ولا؟ لا أنا خايف عليه فهو برضو خايف هو لو حصل لواحد دفر الكسر هو اللي هيتحاسب رؤية أمور لو إحنا مشينا بالمنطقة دي بقى الجماعية أمور ما هترجع هرجع الألفين بقى نعضع عليها خمستاشر ألف سنان يا فندم تجيت هنا قلتلي وأنا مش نسيها شمعنا الجمهور بيخش العمر دياب مش عارف ايه صح؟ ستين ألف وعشرين ألف وعشرين ألف وعشرين أمثلين صح ولا مش صح؟ وتحرشات وليق في الحفلة اللي أنت بس أنا كنت نااشا بس أنا ماينات أحدك راح حفلة مش راح حفلة حدودينية درح حفلة أقبل بقى من اللي أنت عوزتها من اللي أنت عوزتها مش أنت بتقول لي ستين بتروح في حفلات ودي جاردات واقفين وضرب وخطف وبتاع أنت هل حطيت البنود العشرة بتوع النيابة العامة هو من المنود بيحطوه يا سيدي هون بقولك أنت كأهلي والمسؤول عاد على كرسي بيعمل وانت ليه بتتكلم باسم الأهل أنا بأقصد أي حد المسؤول وزير الشباب والرياضة بدل ما هو مشغول بأنه بيحتف الكرة للجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية تلعب عطيشة مشانف يا فندم هو مسؤول عن أرواح الناس دي أنه هو زي ما هو بيلف على بطولة الكرة الطائرة والطلط السلة الجماهير عايزة ترجع جماهير مجنونة يا سيد جماهير ده اشتياقها الجماهير دي متعتها يبقى أنا أحط البنود دي العشرة دول زي ولاده ولاده يعتبرهم أنهم ولاده هو راجل لطيف جدا فنعمل ايه أمر على الخمس عشر ملاعب واشوف تمت عليها الأسوار في وجود كاميرات يا راجل ده محل على العصير الأصب بيحط دلوقتي كاميرتين ثلاثة في ايه ما تحط الكاميرات دي وده كلام نيابة عامة يعني لو لم يتم تنفيذه من الاتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة لازم يتم حسابهم عليه وانت تيجي في مطش مصر وأغاندا وانت ما عملتليش الالتزامات دي كلها بس هو موجودة في برج العرب ملعب الجيش وما حصلش دي أرواح انت بتلعب والليه هم عشان رايحين يتفرجوا على ماتش فانت بتتدلع دي أرواح ناس مصد خالف اه حقول هو أنا طبعا أنا فتحت قصة الجزء الأمني ومتطفق مع عمر فيه بس هي القصة بالنسبة لنا بقى اي بقى انه انت في النهاية سامح لعشرين ألف متفرج يروح مراقب كبير برضو في الآخر عمر اخد بالك يعني عشرين ألف واحد بالنسبة للتمانين ألف يا قصوص خالد كويس النادي الآلي بحس ان هو كده طبعا أنا مش طاق لا اخد بالك حسبها من الزاوية التانية صدر مش مش القياس من العشرين للتمانين لا أنا قصد مساحة المدرجات لما ترمي فيهم العشرين العشرين ألف على الفكر لما بيترموا في استاد بورج العرب برضو بيعملوا ما بيقوقعوش في حتة كده بتعملوا حاوليهم بس على تونس والملاعب التونسية والدخلات والخروجات وده تمام خلينا أنا عايز أنا كنت أتمنى أنه نقسم البلد نصي يعني مش لازم الستين ألف ومش لازم الاشبار كسر بس الرقم اللي هم ستين عليه واسمح لجمهور الآلي أن يروح أربين ألف متخلق كانوا أخر مرة عشرين يا جماعة أنا حكيت الكلام أخر مرة عشرين النادي الآلي جالوا فاكس أو موافقة أمنية بخمستاشر ألف فهم المدير الأمن أكيد بيستشيروا الأمن أنا بكلمك في معلومات حقيقية محدش عرفها فجال النادي الآلي إشادة من مدير أمن إسكندرية إشادة بالمسؤولين في الاستاذ هناك الجماعير كانوا ملتزمين وحتى المداخلات لا خلينا نلجأ مرة واثنين واثنين إلا حصل قالوا للنادي الآلي خمستاشر ألف النادي الآلي يعني في أعدم الأعدات اللي بحصل فيها التنظيم قالوا قليلين جدا خمستاشر عندنا بطولة أفراركية أو ودي بتاعتك واشي جوم قبل المطش بيوم بعتهم وفقة بخمس تلاف هاتبعت طبعا هو ده اللي أنا بتكلم فيه هو ده برضو اللي أنا عايز أقوله هنا في الحيطة دي إنه إنك إنت من البداية لو سمحت بحضور أربعين ألف متفرج خد بالك برضو الاستاذ بياخد ثمين ألف يعني إذا بتكلم في نص العدد تعال نبص للتجارب النادي الآلي لفترة اللي فاتت بحضور الجمهور حتى في المطشات اللي الآلي ما كانش مكسر فيها الدنيا زي مرش مثلا بيد فست اللي انت خارك كسبان فيه واحد صف في العافية الجمهور سقف وخرج بشكل محترم عادي لا تجاوز ولا انفلت ولا 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 وهي القصة عمر خلينا وقعين أكتر يعني هي القصة في جمهور الآلي هل الأمن خايف من جمهور الآلي ولا خايف كالعدم من نغمة الناس اللي هتخش عشان تعمل ألأ لا أنا شايف أن الأمن خايف على ولاده اللي هم جمهور الآلي لأن لأن دي مش تملق في جمهور الآلي أزعم أن إدارة النادي الأهلي من زمان على مر الأصور وجمهورها ولقبتها بيدوا الرموز اللي الناس تقلدهم في حاجات تانية فهو أنا أزعم أن هو مش خايف من جمهور الآلي ليه لأن جمهور الآلي هو اللي الضرب هو اللي مات هو اللي بتاع يعني أولا أزعم أن الأمن قادر لو مئة ألف حيأمنهم وصدقوني من اللي أنا شفته ده ده مية في المية وحي بصوم لك عليه وحش أنا أبصوم لك مشاهدة أنا بقى أنا عارف أنا بقول لك بروح المطشاط وبشوف الموضوع مش موضوع أمن صدقوني الموضوع الإرادة في المسؤول أنت مش عاوز لما تراح دماغي بتختار الحل السهل والله دي الحاجة أنا مشؤول برضو حدي هاي أنا هاي هو مشؤول قدير أمن أنت مش دخلت في المدور قوش الأمن ابعد عن الأمن خالص ولا المسؤولين في الاستداد أنا بكلمك أنا مراح دماغي لما يروح خمس تلاف ولا حسن مشكلة ولا عشر تلاف ولا بتاع مين المسؤول يرجع الجماهية الأب الشرعي لكرة القدم لا خلينا نكلمه بشكل يا ما جمال علام ما تقولوا الحق جمال علامة هاجم فين الجماهير فين الجماهير فين الجماهير لا خلينا خلينا ودلوقتي المفروض أنا من وجهة نظر اتحاد كرة القدم رقم اتنين وزير الشباب والرياضة لا هو رقم اتنين لا خلينا 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 وزير الشباب مع اتحاد كرة القدم مع رؤساء الأندية لا يا كافي رؤساء الأندية بأنديت شركات راحوا عمل اجتماع قالوا أنا بديك المفردات بقى قال لك لا 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 مش عايزين جماهير دلوقت طيب ما هو وعنده عدم يشيك باعه بص يا كابتن خلينا معلش ممكن يديه بقى أنا قلت اللي عندي أنا اختلف بقى في إيه بقى للوزير صاحب القرار باعترافه على الهوى قالك أنا مش صاحب ثم الوزير قالك في لاحلة استراجدها أنا ما ليش داعه لا سببك لا 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 خلينا مش تطورك مش عزيزينا نخش خلينا نخش في الأمن الوزير قالك هذا الأمر علنا ولو عايز تجيب وعطي الفون هاته قالك علنا هذا أمر في يد الأمن يا فندي كامل بيته جميع لا فضل حضرتك لا أنا بقى هسأل حضرتك هو أنت حاجة بتتكلم على البحش مهندس خالد عبد عزيز ولا وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز طيب هو يقول كده تمام إنما وزير الشباب والرياضة هو منوط بي ده يا فندي فضل أناس كويس في النهاية خالد عبد عزيز اللي هو وزير الشباب والرياضة قال ده يبقى لا يقوم بدوره دي قضيته يبقى خليه على جنب لو هنتكلم عليه خليه على جنب في النقطة دي لا كل التقدير والاحترام أنا بكلم على الوزير دلوقت ما ليش دعب الشخص خلي دعب عبد هنا هو لا يقوم بدوره جميل لكن هو قال أنا قمت بدوري وطلبت من الأمن والأمن رفض طب يا معالي الوزير حضرتك المفروض تعمل كذا وكذا هو الأمن رفض ليه قال لك الأمن عنده مشاكل كتير وعنده ضغوطات كتيرة وعنده أولويات أنا مقدرش أضغط على الأمن وافرض عليه حاجة زي كده أدي إيه خارد عبد العزيز تحاد الكورة إذا كان وزير الشعوب والرياضة قال ده تحاد الكورة بيكرر نفس الكلام كل ماش يا كابتن كل ماش ده عادي أنا مش بختلف حاجة بيقولك إيه حنشوف الأمن حيقول إيه إذن لو حنلقي باللوم في المقام الأول عشان نبقى واضحين لو هو لوم يبقى من لوم الأمن يبقى القرار قرار أمني اللي أنا بقوله برضو مش سر لأن الأمن واللي في قيده كل حاجة لأ القرار الأمن لما بيت راح يتقعد معاه وأنا السنة اللي فات حصل موقف عمري ما حنساه وعملت تليفون قبل ما أطلع على الهوى قالك لو طلبوا زيادة العدد ما دي كانت المفاجأة كانت حلقة شهيرة وكل الجماهير شافتها اتصلت عملت تليفونات بعد الاجتماع فبسأل المسؤول اللي كان قاعد في الأمن قال لي جملة قال لي احنا ممنوع نظر في الإعلام قال لي كده أنا متذكر وقال لي جملة قال لي نطلب العدد ده ولو طلبوا زيادة كنا وفقنا لهم لأحنا قدرين نأمن استغربت طالع لنا بيانات تانية والأمن مش راضي يوافق طب نصدق فيه هو بيتحدف على الأمن لا أنا آسف جدا أنا أطالب بعد إذنك أنا خالد العشري أطالب رجل الأمن أنه يطلع يوضح الأمر للرأي العام لأنه الرأي العام فاهم إن الأمن هو اللي منع ومن حق الخالص من حق الأمن منيقول ده لمؤفز أنا مش شايف الحق الأمن منيقول ده بالأمن تاني مش مانع القصة إنه أنت اللي مش مانع انت اللي مانع إنا أنت حياتك ما تجيش تارزيمني في ويتك وتقولي أنا هاجأ غديك يا عم تمام أنا بقى هاجأ يصايم لك تلات أيام وبعدين أنا ليك عفوان يعني جاي بعيش وجبني 長فين يا عم الحاجات ابرا أنا هاكل يا دلوقتي أنا هاكل دول بس لأن أنت ما هو دايما يعمل فيها الفصول دي أنت ما عملتش التاني طب ما أنت ما عملتش برضو الحاجة اللي النيابة قالت عليها أنت بقى يعني دلوقتي لو الأمن دخل والنيابة قالت كاميرات والنيابة قالت بوابات إلكترونية والنيابة قالت تعليق أسوار كل الحاجات دي للحفاظ على أروح الناس وأنا كرجل أمن أنا ظابط في نيابة ودي معروفة جدا مين بيدي الأوامر لمين لو أنا عملت ده ولم أنفذ قرارات النيابة يبقى أنا الأمن اللي بخالف قرارات النيابة طب ما أنا في غياب الإذن أنت كجهة إدارية كوزير شباب ورياضة تيجي تقول لي أنا قاعد مع رئيس الوزراء طب يا خالد أنت عفوا ما تشابه يا خالد عفزيز يا بشوانس خالد هل أنت عملته ده لا طب خلاص يا خالد الأمنة يا خالد مش فاضي يا خالد عندنا دخول مدارس يا خالد عندنا أنا في غياب ده دخلت ستين ألف للاستاذ كل قدية فندم دخلت ستين ألف تمام وإنت مستعد ده قدية فندم أسهولي أنا أقصد الأستاذة مالي قصدي أف ناسم يعني في غياب هذه العوامل أنا دخلت بمالية ستة برج العرب تمام وحضرتك حللتها في البداية مهور المنتخب المصري إيه هنا الجريمة بقى لو أنا ببنيها على كده يا عمر أنا كنت بحلل بس الموقف لكن لو أنا ببنيها على المفهوم ده يبقى أنا شغلي من شغل المحترفين طالما هو العملية عملية مبدأ طالما الطلبات اللي أنا طالب طالما ما تحققتش يبقى لجمهور مصر ولا جمهور أهلي ولا جمهور زمالك لأن الخطر هيبقى واحد طبعا وأنا بكرر بكرر الخطر الخطر مش في الجمهور العادي ساعتها بقى وانت عارف كويس عمر ساعتها هو هيتحمل هو تحمل على تبعية على أكتافه تبعية أنه هو دخل في ستاة برج العرب في مباراة أغندا ما يصل إلى 80 ألف متفارج ليه؟ لأنه عندك حلم كاس عالم لأنه عندك جمهور عايز سد يا عمر عايز تدعمه بشكل جدا أنه يعني أعتبر الأمن يعني أخطأ هو المسؤولين أنهم سمحوا لهذا الكم يدخل مباراة زي إيه دي يعني تخلم محنا بنتكلم في 2017 اللي إحنا سعلانين الجمهور دخلت مش مليل الملع عشان يسنده منتخب يا رجل ده محنا بنتكلم المفروض نقول أن الجمهور تدخل أنا عندي سؤال موحد أنتوا بتتكلموا كأن مصر هي مش أنتوا بتتكلموا كان لكم في اليابان أنا كنت خايفة أنا ياسف مع كامل التقدير أو كأننا في البرازيل أو كأننا في ألمانيا إحنا بنتكلم بظروف لبلد بتعاني من بلاوي كتير بتعاني من دول كبرى بتضربها ومن دول صغرى ومن دول أشقاء ومن دول نيلة ومن سلاح جاي من الغرب ومن سلاح جاي يا رجل ده لست مسكن لك على حدود نفسينا مستشفى كاملة التوضيب لعلاج الإرهابيين طب معلش أنا أختلف حضرة في الجزء أنا متطفق بس أختلف في حالة متقسف ألمانيا مع مصر يا أستاذ عمر الحدث جلل بيموت منك 18 أنا سامح حاجات بتشغل أغاني ما فيش دم أساسا فيه ناس وتيجي تقول لي بنمسك وبنلوم تساس ما اللومش حد بنلوم نفسنا مشكلتك ومشكلة الأساس خالد ومشكلتك مشكلتنا في الإعلام مشكلة مصر في الإعلام الذي لا يعد المشاهد ده إحنا لو بنعد الجمهور ده اللي إحنا بنتخانق عشان هو يخش المدرجات بنعده كما يجب الجمهور ده هيخش إنه هو عايز يشجع النادي بتاعه ما يحصلش أي فلاتات سواء على أمن أو على لعيبة أو على جهاز فني أو على جمهور فريق منافس أو على جمهور آخر ده لو إحنا كإعلام بنقوم بدأ إنما إحنا كإعلام أنا آسف بنشحن الجمهور وبنحطهم على بواجير الجهاز بتاعت الزمان والكانون إن إحنا نفضل نولعهم إلحق ده المش عارف إيه هاي بيتكلم إزاي ده بص رئيسة نادي التاني لعدد هذه اللحظة بيحصل فأنت أصلاً أنت اللي بتشحن هذه الجماهير وبتخليها تتلاسن يا رجل تفرج على رؤساء الأندية أنت عايز جمهور يخش لك ملعب إزاي ورؤساء الأندية بتتكلم بهذا الإسلوف حرجع أقول الجملة دي المهمة جداً بالنسبة لي بنتكلم في حدث جلل ومات أخويا وأخوك اللي بيحميني وشفت إذاعات مشغلة غاني وكلام صعب جداً ولا كأن في ناس مات بشي أحساس بالمسؤولية أساساً فخلينا نتكلم هو ده المعلام اللي أنا بقول لها ماشي طيب اللي أنا عايز أقوله قبل ما انتقل آه نعم أم لا لا أستيس خالف اشتغلت المنظومة الرياضية بمسؤولية على عودة الجماهير بشكل حقيقي وبإرادة عند كل مسؤول اللي هو يرجع الجماهير لدوري 2017-2018 نعم أم لا لا ماشي ما فيه مش سؤال تاني هل في حد في المنظومة اشتغل من بدري على عودة الجماهير لسيزون 2017 لا 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 خالص خالص نفس السؤالة نعم أم لا هنقسم هنقسم في حي كتير اشتغلوا عليه في التصريحات والإعلانات والكمفلاشات احنا تعبنا وعايزين الجمهور يرجع ولم يقوم حد من سريره ولا من كرسيه ولا تشطف ولا غسل وشه إنه عمل حال طيب هنتقل الموضوع التالت اللي أنا عايز أتكلم فيه وبالنسبة لي موضوع مهم جدا 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 لأعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي والكل جاء واحد أهلاوي بيتفرج عليها دلوقتي المهندس خالد عبد العزيز كان في لقاء مهم جدا مع المزيعة المتقلقة لميس الحديد وقال كلام مهم جدا أنا حد بعثولي كان بيتفرج على الحلقة وهعرضه للسادة الديوف اللي معايا اللي أنا بحترمهم وكل واحد يقول رأيه بمنتهى الصراحة عشان أأكد لما الأهلي بقى عنده حق وبيقاتل عليه كلنا المفروض نبقى أراه وما ندعفش موقف ندينة أبدا بعيد بقى عم فلان وعلان وبتاع لأن دا اللي احنا قلناه مرات كتير اسمعوا الكلام هتزيعه يعني ولا تقرأه لا أنا حقرأه عشان دا تقل مبارح وفي الفيديو بيجهزوه يعني بس لو حدا يعترض علينا اللي احنا مش هنجيب كلام من عندنا فالفيديو موجود اللي قال فيه المهندس خالد عبد العزيز اسمعوا معايا وهبتدي بالأستاذ خالد كان في الحوار مبارح على قناة السي بي سي المهندس خالد عبد العزيز قال كان ممكن وهو قال أنا مليش دعوة اعطنا القانون أنا مليش دعوة باللجنة الأولومبية هي اللي حطى اللي حالاسترشادية احنا ما تدخناش ولا من قريب ولا من بعد قال في الحوار مبارح إن الجامعة العمومية اللي نادي الأهلي كان ممكن يقول إن الجامعية العمومية ستظل قائمة حتى اكتمال النصاب أو ستكون الجامعية العمومية كل يوم جمعة حتى اكتمال النصاب ولكن الأهلي أقامها على يومين اللي بتعتلي الجملة أنا ده رده هو وأنا أحترم واحد من جمعين الأهلي مصقف محترم ده كلام سيادة الوزير اللي Superman كان بيقول كان ممكن الأهلي معنا كلامه اللي كان ممكن الأهلي يعمل النصاب اللي هو كل يوم جمعة وده هو يعني يعني 7 سبتمبر مثلا هستفسر منك يعني إن الأهلي جالوا 7000 14 سبتمبر نكملهم الجمعة اللي بعدها ده حل الوزير كان بيترحوا طب اللي هنا بيتساءل صاحب السؤال هو ده السؤال هو ليه سيادة الوزير إدى حل مبارح واعترض على يوم الجمعة والسبت اللي هو 25 و 26 وإدى حل مبارح ومقالهوش للنادي الأهلي عندك حل اعمل كذا إتقال النهاردة ليه وده معناه ده مش مدام عند سيادة الوزير حل طب ليه بقى في وش المدفع اللجنة الأولمبية عايزة أسمع رضي حضرت هو كان منفروض طبعا حد يسأله هو بباشرة السؤال ده يعني ليه أنت جاي النهاردة بتقول ده دي من وجهة نظري كان لازم يتسأل السؤال ليه أنت ما اقترحتش فعلا الحل الفضل الفات الحقيقة اللي هنا نطلع من بيتسأل من أهل الرياضة يا فندم أهل الرياضة هي اللي تعرف تسأل كويس وتعرف فين الخبايا في البعض بيبقى عارف وحتى في وجود الشخص ما بيسألش نطلع من حيز السؤال بالضبط نطلع من حيز السؤال ونخش للحدودة الأمر المحير عشان بس هو ده الجزئية دي استكمال لما قبل ذلك يعني أنه الأول مرة نقول تكرم ده بل كده وبعيده الأول مرة أشوف الوزير السياسي المحنك اللي دايما بيهدي اللعب اللي دايما بينتص الغضب اللي دايما بيعمل موأمة بين الأطراف المتنزعة اللي بينزع فتيل الأزمات اللي 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 يقف موقف المشاهد أمام أزمة خطيرة جدا تضرب في الرياضة المصرية وفي عمق الرياضة المصرية واقف بيتفرج وكل ردوده كانت غريبة جدا 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 ومسيرة هو بيقول إحنا مناش دعوة إحنا الكرة بقت في ملعب اللجنة الولمبية إحنا طلعنا بره المشات مش قادر أفهم مش قادر أفهم هل أنت تخليت عن دورك كوزير للشباب والرياضة على فكرة أنا فيش بينه بين خالد دعب عزيز أي خلاب بالعكس لو مني كل احترام وتقدير وكل حاجة يعني لكن هل أنت تخليت عن دورك كوزير للرياضة هل أنت حتتخلى عن دورك السياسي كشخص متواجد في الأحداث ومؤثر وفعال هل أنت نسيت فجأة أنه كان بينطلب منك أنك تاخد مواقف حدة ومؤثرة ومهمة كنت بترفض علشان الأزمات ما تشتعلش أنت نسيت الدور ده هل أنت نسيت عن عمد ولا نسيت بمزاجك أنا عندي الإجابة أنا عندي الإجابة إيه الإجابة؟ قبل كده قلت أنه هتدخلني جوه بس خلاص ما لاش حل تاني يعني أنه لو لا لو لا تواجد بعض الأصوات العالية من داخل النادي الأهلي اللي بتعترض بقوة على ما يحدث في داخل النادي الأهلي ما كان ما كنا سمعنا صوت هذا الرأي من الوزير خارد عبد عزيز ولا كنا سمعنا صوت رأي اللجنة الأولمبية في ما يحدث داخل النادي الأهلي الناس دي بكرر اللفظ قوية شوكتها بسبب الصوت العالي داخل النادي الأهلي الصوت العالي اللي احنا ما تعودناهش أرفع أيدي وبكل كوة متفق معاك متفق معاك متفق معاك مليون المية كويس كابتن كنا لسه بنتكلم على كابتن صالح سيديم وعلى القيم اللي علمها للنادي الأهلي وسمعت حاجة أنا قلتها قبل كده وبكررها بالمناسبة كابتن صالح كان لما بياخد قرار يا كابتن شادي بيدرس القرار وبياخده أيا كانت النتائج وأيا كانت طرف الآخر ولما كان يتقلوا لما كان يتقلوا يا كابتن ممكن يحلوا النادي الأهلي يقول لهم إيه ما يحلوه النهاردة بنسمع كلام بخالف أنت حضرت وقع زي كده آه آه طبعا ومش عايز أقول يعني أحداثها علشان ما ندخلش في أمور نتكلم عن ناس بيبقى فيها اسقاط على ناس دلوات بالضبط بربو عليك يا عمر عشان ما تقلش أنت بتشوه أنت بتشوه عمر الأقل لحساب حاجة الراجل ده اللي على الشاشة ده كان بيقعد يدرس الموقف وياخد القرار دون النظر إلى الطرف الآخر كان مسؤولا كان قانونيا كان 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 عشان كده لما حد بيطلع النهاردة يقول لك ما ينفعش أقف ضد الدولة ما ينفعش أقف ضد القانون ما ينفعش أقف ضد مش عارف إيه لا الراجل ده الراجل ده بيعترف الناس اللي كانت حواليه وأنا واحد كنت قريب منه جدا بالمناسبة لكن في الموقف اللي زي ده كان قعد يسأل الناس يسأل القانونيين موقفنا القانوني إيه موقفنا الفني إيه موقفنا الإداري إيه ويطلع بالقرار واللي يحصل يحصل نهاردة نحن بنا ادعي أن النات الماضي وقف ضد القانون مش مولة نهاردة الاهلي يا جماعة وقف ضد القانون وما يصحش أن يقف ضد القانون كابتن صالح سليم الرمص اللي تعلمنا منه إزاي ما ننقسمش واللي تعلمنا منه أن اللي كان بيشز عن النادي الآلي كان بياخد كدف برا النادي الآلي وكان بيتعاقب طالما فيه النادي الآلي فوق الجميع كان ياخد القرار وما يهموش أنه تاني يوم إلى نفسه ماشي من على الكرسي وده اللي بيحصل النهاردة ده اللي بيحصل النهاردة في النادي الآلي سالك جداً اللي محمود طار ياخد كدف من على كرسي النادي الآلي بسبب اللي بعمله ده يبقى الراجل ده برضو ما مش عايز الكرسي يبقى الراجل اللي حاليا ما مش عايز الكرسي يبقى أنا لو ما بستشهد بالكابتن صالح سليم اللي الناس بتتكلم عليه اهو ادي حاجة كان بيعملها صالح سليم يا كابتن النادي الاهلي ممكن يتحل يقول لهم طب ما يتحل ايه المشكلة انتو عايزين يعني بس يبقى ليك موقف بس يبقى ليك موقف فيه مستشار جليل اقول لك حكايتين بسرعة استكمالا لكلام الناسين بس عشان بنتكلم على البشمانس خالد عب عزيز وان هو بيقول لحضرتك كان ممكن الاهلي يعملها كل يوم بجمعة كأنك بتقبط جمعية اه يعني حتى المنطق القانوني بتاعها يعني الاهلي لو ما كملهاش خمس جمعات انا اناس في عامر افتكر كنت مكلم على الاصوات اللي بتطلع واللي اوت ناس واحد معاشرني انا حولوكو حاجة واول مرة حولها عشاش لا معلش عادنا سنين طويلة بنشتغل مع بعض وانا احترم فكرك واستاذ خالد كمان شخصية محترمة عصر معانا بطولات كتير جدا جدا مع 3 ا4 اجيال اللي انا عايز اقوله يشهد التاريخ على اللي انا هقوله احيانا الاعلام بيروح يدور الاعلام هو الاعلام ايه غير ناكل للحقيقة وبتدور على الحقيقة فين عشان تقولها للناس في حاجة لا توبعا في موضوع حصل قبل الجامعية العمومية بيونه اريب اريب ايه اخلاق هتتغير اريب حقول عشان دا مش وقت هذه اهلام هي دي ثوابة النادي وهي دي اخلاقيات النادي وهي د أي مبدأ النادي الاهل عنده ماتش عليش الزمن اتغير. بس انا الموضوع ده كان قبل الجماعة العموية يوم الجمعة. فقاعد مع المهندس خالد عبدالعزيز. ومش عايز اقسم على الشاشة. انا عرفت الموضوع ده. وموضوع خطير جدا جدا جدا. عشان كده ما ينفعش اتخلى عن الاهل. ما ينفعش اجدب. ما ينفعش انافق. عشان ده انت ترضى عني. وقفلك زي الصنم. اضربلك تعصيم. ما اتصل بي مستشار جليل من المحلة. قال لي الدستور. كل ده غير قانوني. انا عايز اعرف من الحلقة انا ما بكلمش هنا في قانون. لان القانون لي اهل القانون. ايه. قال لي جملة مهمة جدا. قال لي يا كابتن شادي يقول على مسؤوليتك بنا. انا المستشار في الان فانا بعتزل لانا انسيت الاسم. اتصل بي من المحلة. قال لي انا عاشق للنادي الاهلي. وبكلمك في حاجة لازم الاهلي يرجع لمحكمة دستورية بسرعة. لان الدستور بيقول الوزير معاه صلاحيات. ما ينفعش في الدستور الوزير يتنازل عن صلاحياته للجنة. وصلت لك. ايه ايه. ايه. تقولي في الكلام. طيب خلينا اقولك بس. موقف على الرجل اللي رائع ده. كابتن صالح. اه. الله يرحمه. الله يرحمه. ليسا زملتنا هاجر لو انت فاكر كانت في اعداد قبل كده. فكتبت حاجة. والسدس خالد هتلاقيه بالتأكيد سمحها منه. بيقولك. الرجل لا يمنعه من الوفاء بوعده. الا الموت. انا افتكرت اه. فيلسوف كبير. التاني الجملة دي معلش. الرجل. اه. لا يمنعه احد من الوفاء بوعده. اه. الا الموت. انا افتكرت في التوقيع في الاخر. انا على صفحة زملتي هاجر. ان مسا هلاقي الفيلسوف دي كارت ولا مش عارف ايه. فلاقيت صالح سليم. اه. لما تدخل على طول عشان ما تضيع الوقت ان انت تقرى الحكاية هو دي قالها ليه. كان مسافر مع حفيته للندن بيعملوا بيعمل الاختبارات الطبية بتاعت كل سنة. وحفيته قال لها هنعمل الشيكب وكلام من ده. راح وانتظر الاشعة والحاجات دي. فقال لها طيب تاني يوم بقى هايز انا نعمل ايه. قالت له عايزة ااكل هامبورجر من المكان الفلاني. ونتفرج على الفيلم الفلاني. طيب حبيبتي واحنا رايحين للسينما والهامبورجر. هنروح بس ناخد التقرير. راح واعد قدام الدكتور. اقول الراجل انا اول مرة بصراحة اقراها. فراح قعد قدام الدكتور فالراجل قال له احنا عندنا كانسر في نص الكبد. ولو مشينا بالادوية هنعيش خمس سنين. فالكابتن صراح راح بص في الساعة وقال له طيب انا مضطرة استأذن. الراجل الدكتور يعني كاد يعني ان هو هيتجنن. قال له رايح فين. احنا لسه نتكلم في الموضوع. قال له رايما عاد. قال له وعدك ان انا هاجي بكرة الساعة عشر. الصبح. وراح نزل حفيته عادة في العربية. لا تأخرت عليه. قال له لأ وضحك وما فيش ادنى مشكلة. وراح وكله الهامبورجر وراحه السينما ورجع. زوجته كانت معا ما قالهاش اي حاجة انا ما بعملش قصص دي. ممكن اقول لولدتي الكوارس بحيث انها ما تنامش. زوجتي هو ما قالش. شوف 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 قوة تحمل البني ادم. هو ده برضو انا انا مش بنحكي تمثيلية ولا حدوته قبل النوم. انت بتحكي راجل. راجل كل واحد بيتمسح فيه يقول لك انا اه من طيفة صالح سليم. كل واحد. يا راجل اعمل باللي هو بعمله. المهم. راح الصبح للدكتور. قال له اللي اللي انا اللي انت عملته ده ما يتعملش. قال له كل واحد كان بيقعد هنا. ولما انا احكي له هو عنده مرض ايه? ما يجيش تاني خلاص. قال له لا انا وعدتك. انا هو مش راح عشان يتعالج. هو عشان وعده ان هو يكون موجود الساعة عشر الصبح. قال له طبعا انت روحت فين? قال له كان حفدتي وعدتها. فانا لازم اوفي بوعده. وانت جتلك مش عشان يتعالج. عشان يوفي بوعده. فقال له الرجل لا يمنعه من وفاء بوعده سوى الموت. دلوقتي سوى الكورشي. الكورشي بالمناسبة دي. هو اللي بيغير كلام انته. قالت كان بيكتم حاجة. لا لا دي حاجة بيكتم حاجة تانية. بس انا عايز اقولك انه حفدته دي لانه كانت اول بنت في العيلة. نعم. كانوا داما بيجيب ولاد. فكانت حفدته دي عايز اقولك قرة عيني. قرة عيني. يعني انا اتذكر كنا عادين مرة. انا هو واحد من عضاء النادي الالي في القوضة. كان بيناقش عنده مشكلة في احد البنوك. وحصل حوار ده. بيطلب من الراجل ده يقول له انا عايز اعمل كذا. فالرجل ده بيقول له يا كابتن. هشوف لك ايه الموضوع. سريعا يعني عشان الوقت. المهم الكابتن صالح. صالح سليم. بيقول له لا انا عايزك تأكد لي بس ما يفعش اروح بنفسي. بقول له يا كابتن انت هتحذر. بتحرك. ده بقى هتروح الموضوع ايه اخلص. قال لي مين قال لك كلام ده. قلت له بقول لك ايه ما ما تجنبنيش. مش اخبرك انك صالح سليم. قال لي يا ابن افرد روح تلاقيت واحد ما بيحبنيش. ما تعملش معي بثقة ان انا صالح سليم. يبقى انا موقفي عامل ازاي. اللي همه في وسط الحرقة جالوا تليفون. ليه طور عليها. ايوة يا زينب. احنا بنتكلم. يعني عشان المشكلة. ايوة زينب. ولك اننا قاعدين معاه. راح واخد التليفون وطلع الطيران. عشان نشوف حافظ دي اضافة للموضوع بتاعك. اللي انت عرف بس ان ايه. انها كاد كمان كاد غالي عليه قوي. وفي مواقف كتير مشابهة. والدكتور ما هو. يا فندم طب هي غالي عليها عشان حافظته. طب والدكتور الانجليز هو عشان الواحد لازم يوفي بوعده. ينفى بوعده قدام بلده. قدام نديه. قدام جمهوره. مش قدام فقط وهو واقف قدام المراية. يعني بص هو بيحصل لي. العظيم بتصرفاته. بأخلاقه. بكلامه. اللي عايش معانا لغاية النهاردة. لسه الجماهير بتردده اللي ما شافتهوش اللي عشر سنة بيحط الاهل. هو اللي ولسه. لو لسه موجود. الفضل. لو لسه موجود النهاردة الكابتن صالح. كنا نسمع الناس اللي بتتكلم دولتي بتتكلم بالطريقة دي. اكيد لا. وفي ناس كانت تتعلق على الباب في بوابط من الناحية الان. كنا نسمع حد بيمس رمز النادي الاهلي وكان النادي الاهلي ويتكلم على حتى لو على خطر. الزمن يا أستاذ خالد. خليني آخر لقطة. الوقت. الوقت تجري معنا. الوقت تجري. أستاذ خالد. هتنهي كلامك معنا. لا لا أخذ. أقول بس انه ايه. دي قول الله نقطة مهمة جدا. قصة الناس اللي ولم يحدث ان الناس دلوقتي بتقسم زي ما الناس بتدعي. واذا كان الكابتن صالح سليم. العظيم زي ما احنا بنقول. أقر موضوع معين وقال لك مقر الجزيرة مقر الجزيرة مقر الجزيرة. يا جماعة النهاردة احنا عندنا ناس ناس أئمة وشيوخ ورئيس الدولة بيقول لك عايزين نغير الخطاب الديني بما ينصب العصر. يعني ما يجي النهاردة انا عايز اعمل تعديلة في معلومة قالها انسان. عادي جدا. ما تقفروش. لا لا لا. عليه السلام. طب اتفضل لو ازعبك ايش تب كلامك به. عشان خلاص دلوقتي. قصة اصلا هو ممكن يقول لك ايه طب خلاص هنسيب لك دي عشان الاخوة واللا. لا ده بالقانون. اه. انا بتكلم. لو لو. تبكلم على اللي بيعترض من الاهل. اه. من الاهل. بص يا سيد خالد انا هقول لك على حاجة. اتفضل. وتخيل. جمليتي الاخيرة. انا دلوقتي واقف قدام المراية. صالح سليم كان بيت دي وعود ويوفيها. انا واقف قدام المراية. انا هعمل لك كل اللي انت عايزه. انا هجيبك على الكرسي. انا هدوس على اي حد يزعلك. لو في حد. قال لك حاجة. انا هفرمهولك. انا هخليك مفيش زيك. انا. انا بس. ده منطق. لا يصلح في النادي الاهلي. لا يصلح في مصر. ما طز على كل حاجة. صح يا ام. استاذ خالد العشري. سعدت بالحوار معك جدا. ودايما بستمتع بقى ارائكم المحترمة جدا. المحايدة. اه. والكلام اللي مفيش ولا هدف حد اه. اه مستنين منه شغل ولا مستنين. انا اسف بتكلم معاكو. بقلبي مفتوح اكتر في وقت. يا عم داخلة بيشي في شغل. ايوة. اه. انا ببقى سعيد جدا بجد باحترمكو جدا. باخلاقياتكو بنحب. بنحب مصر جاي. خليك كابتن. ربنا يكرم نكون بس قدمنا للناس. ولو حدتين يعني. نكون خالفناك اكتر. اه. النهاردة مش عارف انا بعد كده ما نفاش تبقوا مع بعض. لانتم ننجتوا علينا. حاضر. ربنا يهينك. ربنا يهينك. ربنا يهينك. ربنا يهينك. ربنا يهينك. ربنا يهينك. عمر كمال شرفتني ونهارتني. شكرا. شكرا. ودايما بسعيد باللقاءة. على فارس. شرفتني ونهارتوني. اه دلوقتي نطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل اتنين من نجوم النادي الاهلي كابتن رضا شحاتا وكابتن احمد حسن استكوز.